موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين قناة السنة انجليش مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نجاوب به على معظم ديال اسئله اللي تسولوني فاشا قلت لكم انا اللي غادي ندير الفيديو كيو اند اي او اللي عشبني بزاف بزاف انه هوا ما تسولونيش بزاف ديال الاسئله شخصية بحلوك بزاف تسولوني كيفاش تعلمون الانجلي كيفاش يديرون النوت شنو غادي ديرو من نورا الباك شنو كده يعني اعجبني الحال بزاف اذا نبدو اولا احسن طريقة تلرن انجليش طريقة اتقان نغة الانجليزية كيفاش المهمة شي كامل كيهضر على انني نطق انتاع زعمة طريقة تعلم اللغة الانجليزية بالنسبة لي انا راقلتها في شحال من فيديو حتى اييز انا بالنسبة لي كيفاش تعلمت اللغة الانجليزية هي بالاغاني غا تقولوا كيفاش وعلاش انا بالنسبة لي كنشوف انه المفتاح الاساسي باش انا نتعلم اي لغة كيف ما بغت تكون تكون هي الفوكابلوري علاش علاش انا نسيت هادوك الجوانب الاخرين كاملهم لانه علاش مثلا اغلب ياما كيفهمش في القسم الدرس علاش اغلب ياما كيفهمش اشنو كيقول الاستاذ لانه ما عندكمش واحد دراسيد لغاوي باش تقدروا تفهموا واحد قاعدة معينة نفرضوا انك فهمت قاعدة ما كتفهمش الجملة باش تعرف انك كيفاش غادي تجاوب عليها واخد تكون فاهم القاعدة مزيان واخد تشرح لك بالعربية بفهم اذا الكي المفتاح الاساسي باش انكم تعلموا اللغة الانجليزية هو أنا تعلمت الفوكابلوري بالاغاني خديت واحد العشرة ولا عشرين اغنية حفظتهم مزيان وكتبت لهم الفوكابلوري ماشي امبريميتهم كتبتهم بيدية كتتحقروا هاد القاعدة الكتابة ولا كل شي واجد فيها انترنت غير امبريميو صافي ولكن فاش كتكتب بيديك كيتبقى الكلمة في شي بلاصة لداخل مخبية فاش كتتخدمها كتفكرها ماشي بحال الا غير امبريميتها ماشي بحال وثاني حاجة هي القراية انني انا ما غديش نقول لكم مثلا سيقرأوا نوفلز ودوك الكتوب الكبار ولا انا من الناس اللي مكاحملش نقرأ بزاف ولكن كنت كنقرأ اسطواغ فيها مكاملش صفحة ولا صفحة ونص مفهم شي اسطواغ اللي هي صغيرة كنقرأها كمشي كنقلب غير في جوجل اسطواغ امبدا نقرأ ونشرح الكلمات نقرأها دي ونكتب الكلمة اللي مفهمش نقرأها دي كنقرأت بزاف اسطواغ وفي نفس الوقت ماشي هما يطوال اذا بالنسبة لي انا هده هي الطريقة الفعالة باش انكم تعلموا لانه يلا كتبتوا الفوكابلوري غا تكسبوا اي حاجة واحد اخرى ماشي بحال اللي مشيتي وكسبتي الجرامر فاش غادي تجي تبغي تجاوب ما غاديش تقطر تجاوب لانه ما فهمتيش الجملة ديالتك مفهم؟ اذا طريقة صحيحة هو انني نركز على الفوكابلوري نتصنط الاغاني اللي هما يميني فالله راني درت واحد الفيديو غا نخلي لكم التحت على عشرين اغنية اللي فيهم فوكابلوري زوين يعني ماشي دوك الاغانين تاع غير لغوات وش طيح ودك شي نو فيهم واحد اللي استواغ وفيهم فوكابلوري اللي هما قوية ما كان عارفش نكتب اشنو غادي ندير ولا عندي مشكل في الاملاء في اللغة الانجليزية انا ربطتهم مع بعضهم لانه تقريبا بحال بحال ما كان عارفش نكتب اول حاجة باش انك تعرف انك تكتب خاصك تكتب تخاصك تحاول يعني لانه دائما كان كنقول لكم أشنا هو The writing أشنا هي واحد الparagraph بارagraph هي عبارة عن جمل مجموعين مع بعضهم جمل عندهم علاقة مع بعضياتهم مجموعين في واحد الفقرة هحنا كونا إنشاء غادي نعرف انا كيفاش نكتب كيفاش نكتب الجملة ديالتي دائما الجملةكت تكون من نقطة سيجي، فرب، أوبجيكت وكانت تخدم بعض ديال بحال مثلا أوسو، بيسايد، موروفر ذاك شي اللي كتقرعوا علش كي قريوه لكم ذاك شي كي قريوه لكم ذاك الروابط باش تعرفوا تكتبوا بهم رايتين باش تنقلوا من فكرة لفكرة واحدة اخرى اذا دائما باش انني نعرف ندير شي حاجة في الحياة ماشي غير الكتابة او لتتعلم شي حاجة كي ما بغت تكون كتحتاج الخطوة اولى كتحتاج انك تقلس وتقول غادي نكتب على هادي وهادي تبدأ بشي حاجة بسيطة ماشي بالضرورة تمشي تهدر على شي حاجة كبيرة عليك نبدأ مثلا انا غير شنو درت في اليوم هانا غادي نكتب اليوم عندي بزاف الاخطاء غدا غادي ندير مثلا شي خرجة انا درتها اشنو درت فيها مع الاسدقاء ديالي بعد غدا نكتب مثلا اشنا هي الحاجة المفضلة عندي نديرها في الوقت الفارغ يعني نبدأ بهادوك الافكار وبدوك الرويتين اللي غادي يحتاجوا مني كلمة بساط اوكي بحال هكوك انتوما اوتوماتيكم دماغ ديالكم بلا ما تحسنتوما من بعد غا تلاحظوا ان دماغكم صفي ولا تلكتابة عندو شي حاجة عادية ضغية الافكار كي يطيحو وضغية هكو اذا باش تعلمو خصكم تبدو وبالنسبة الاملاء صفي غادي تمشي تشوفي واحد البراغراف صغيرة وقرايها عليك وقرايها مثلا اوكى باش نشح ليك غادي تقرايها مثلا باراغراف فيها تلاتة ديالة لال لالينز ديالة السطورة غادي تقرايها مثلا بار اوديو وغادي تبقيك تسمطي ومتلك تكتبي بحال الاملاء بحال الاملاء بحال كيف كان يردك شي في الابتدائي لانه المشكيل اللي كي خلقو هاد المشكيل انت على الاملاء الشي اللي كان كنا نكتبه ونقلب على هاد الكلمة وهدي وهدي ونرد البال واش هاد صحيحة يعني حتى نتي دير هاد طريقة وفي نفس الوقت تكتبي كتب غير كتب اي حاجة اي موضوع بنلي كتب عليه ومن بعد ان شاء الله رأي كل شي غادي يكون مزيان بغيت نولي نهضر مزيان بالانجليزية يعني هاد شي كل شي غير البرونونسياشن والنطق النطق كيفاش انا كتسبت النطق انا كنت تفرج في افلام بزاف وكنت صنط الاغاني بزاف وكنتعلم النطق عن طريق الاميتيشن التقليد مثلا شي جملة قال هاشي واحد في الفيلم كنحاول نقل دوب دي السايم واي بنفس الطريقة اللي هو قالها فاش انا كنمشي نبغي نقرأ واحد شورت ستوري ما نجيش نقرأها بشوية كنقرأها وانا كنغوز يعني انا كنسمع الصوت ديالي نقول مثلا لا هاد الكلمة هدي ماشي هكي سمعتها قالتها هديك في ديك الأغنية هاكي قالتها هاد الجملة هدي ماشي هكي قالها هادك في الفيلم هاكي قالها وهكاك حتى غدي تحسن نطق ديالكم بقاوت قرأوا قرأوا بصوت مرتفع هادو عندهم علاقة بناشنل اكزام قال لك واش اللاشل اكزام is very difficult زي ما واش صعيب على دوك الامتحانات اللي كيكونوا في القاسم على حسب الاستاد ديالك يلا كان استاد ديالك يعني استاد نيت نيت ره غدي يعطيك امتحانات عندهم علاقة بالوطن يعني نفس الامتحانات ديال الوطني كانين شي اساتيد اللي كيبغوا باش تلاهم ديجيبوا نقطة مزيانة كيبقوا كيعطوهم شي حاجة سهلة اذا انت باش انك تربح نقطة ديالتك غاتمشي تبدا تصاوب انتحانات ديال الوطني اذا بالنسبة لطريقة قالوليا خدموا معنا الدروس متاع الباك الدروس متاع الباكرا هم مخدومين فلاشين لانا لاشين انا بديتها غير ذاك العام وخدمت اول حاجة مع اصحاب الباكالوريا يعني اعطيت كتر منطقتي صراحة ذاك العام بزاف خدمت يعني كان لح تلت ثلاثة الفيديوهات في النهار فاش قرب الوطني والله لاشي ربعات الفيديوهات في النهار ثلاثة الفيديوهات في النهار اللي كان لح يعني اعطيت كتر منطقتي المشكلة الواحد اللي عندنا هو انه ما مرتبينش الدروس فلاشين انا ان شاء الله في هاد العطلة غادي انجلس لها مزيان باش نديلكم واحد البلايليست متاع الدروس متاع الباكالوريا كيفاش انكم تخدموهم وبالنسبة لامتحانة الوطني انقدر نقول لكم خليوها عليا انتم مبالي ودابا بالقيسم انتحانة الوطني انفوا غادي يقرب غادي يعجبكم الحال بزاف غادي نديلكم فيديوهات وغادي نديلكم واحد البرنامج باش انكم تتبعوه كيما درتت ذاك العام معاهم برنامج في سبع ايام راجعوا اللي انجليكي اللي ما عمروا مقصها من لولة العام وهو باك حور وغير بذاك البرنامج قدروا انهم يجيبوا نقاط مزياني واش دايره شي عرض بالفلوس ياس دايره عرض بالفلوس لصحاب البكالورياء وقترحت على حتى صحاب السيزيام لانكين اللي طلبها مني قلت لهم إلى جمع الكلاس راني غادي نخدم معاكم سينورا ما ممكنش دايره هاد العرض كنديرو فيه دروس باغ لايف في الفيسبوك بخيفي جروب بريفي كنخدمو فيه اكستش المصار الدراسي ديالي بو المصار الدراسي ديالي ما كانش حاجة كيفاش انا كان المستوى ديالي وكذا يعني من البتداء كنت كنجي بسبعة على شرة سبعة 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 اعدادي كذلك 14 14 14 14 يالله في واحد العام ليجبت 16 ولكن فورسيت على راسي ومعجبنيش ما عجبنيش الحال أني فورسيت على راسي كنت خليني في 14 ديالي صافي ذاك شي بقيت كنجي ب14 14 صافي هذا كشي ريجبت حتى على الليسونس ديالي راخديتها بمونسيون لانه عندي الليسونس في اللغة الانجليزية بمونسيون الحمد لله وايضا عندي ديبلوم تع علوم التربية اوكي اش حال في عمرك عمري 26 سنة الشرط سعود ان شاء الله غنكمل 27 سنة انا مستوى كتقري واش نتي أستاذة انو امنار اتيتشر كنت كان قري فاش كنت ساكنة في مراكش فاش كنت ساكنة في مراكش كنت كان قري في ايكول بخيفة وكنت كان دير سواع في ديسونت يعني كان ديرهم الدراري صغار كان ديرهم الناس الكبار يعني كتر من 40 سنة كنت انا صغيرة في اوام هذو كنت كان قري صارا حزان كانوا حويش زوينين فاش تزويش وجيت تلتين غير ما بقيت مازال بغيت انا نقلب لاشي اكل بخيفة يعني قلت مو حالش تكون شي واحدة زوينة قلت نبقى في الدار صافي ودرت شين درت شين في اليوتيوب باش طابعة حال انت انو وقلت في الدار اللغة هي لغة كتموت ماشي شي حاجة اللي كتبقى لك دايما في الدماء صافي وقررت اني ندير شين في يوتيوب باش نعلم الناس وفي نفس الوقت انا نحافظ اللغة الانجليزية ديالتي ما تمشيش كيفاش تعلمتي الانجليزية موهم كيفاش تعلمت الانجليزية انا قلتها من قبل الاغنية المفضلة عندي هي عندي بزاف صراحة ما عندي شررش وحدة ولكن هات ثلاثة هما الطوب نومار روات نتاع كالومسكار فينك نوفيون نتاع كاري بيري و رايز اوب نتاع اندر داي صراحة وعلينا بزاف هذه الأغاني بزاف نتاع نسألي الفيديو دايما بوضي ماشي نتصنط لهم صافين كنت قلت انا نكن سكن في تنغير فين قرأتي مور الباك مور الباك قرأت في لافك نتاع مراكش القضاعيات درت الدراسة الانجليزية وبطبيعة ما كان سهل ما اي حاجة في الدنيا ما تكون سهلة خصوصا انك تنتقل من الباك لافك مع الاسف عندنا نظام تعليم ديالنا وما ما كيمهد لك كي نقلك من واحد الليفل واحد الليفل اوب اللي كي يحطمك صراحة اشعال من واحد تحطم انا كنت صراحة انت اعلى واشا كي ان اتحطم فش كنت في لافك جنيدك صعب بزاف يعني تبغي تنقلبها في السافة انا عزيزة عليها فلسافة جدت فيها 17 في الوطني قلت سنتقلبها في السافة ماشي مشكل ولكن الحمدلله فرصة تضغير شوية وخدمت وكذا تبقى تفهم السيستام على فكي دير اوطوماتيك مو الا خدمتي اي حاجة خدمتها وعطيتها الوقت ارا كدير ادوك ونقاط 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 ستعطيها قليلا وقت سيكون ما يمكن تفعل في الاجازة صراحة هذا السؤال لقد لم أقوم ستفعله في الفيديو ولكن لكي لم يتمكن انني تجنبته او شي او شي لانهم لم أعرفت لان انا من يمكن صغيرة والحر جالي انني ستكون سادة يعني شي اخر شي ما دال لدي صريح لم أحاول أن نقلب عليهم نهائيًا كان الحلمي أن أكون أستاذا لكي تكون أستاذا تشد الإجازة صافي، هذا ما تبرمج عليه دماغي أحددت لهدف منذ زمنين بعيداً لم أقلبت على مدارة أخرين أو ما يمكن أن نقلب الإجازة أو لأن التعليم كان بالنسبة لي شخص كبير هذا ما لم أعرفت أيضًا تسولني إذا قلت أحد سؤال ما هو المستر حسن من الإجازة؟ أكيد سيكون حسن من الإجازة ولكن لكي نقول لك كيف مهما، أنا جاوبت على هذا السؤال لأنه كان عندي هدف من صغر هو أن أكون أستاذا وحققته من بعد مهما، تبعت ذلك الخوطة لم أقلبت على شيء آخر سيستر، هل يمكنك أن أعطينا الإنستغرام؟ هذا هو الإنستغرام صارة إنجليش واحد سنجد لكم اللينك ديالو لتحت بو، كانت أن أسألت البل الأسئلة أغلبيتهم على كيف تعلموا الباك وكيف تعلموا اللونجلية وكذا، إكترى وكما قلت لكم أنتم مدى بخدموا الكلاس شوفوا الدروس اللي أنا ليحاهم ورأة دائرة صحيحة تمرين تاعة تيكيتو إنجليش وبعض ديال الدروس صراحة تمرين تاعة تيتويتو إنجليش إن شاء الله كما قلت لكم أنتم ما خدموا الكلاس الوطن يحسبوها علي إن شاء الله غادي نخدم معكم مزيان غادي جيبوا نقطة مزيان يكونوا على يقين إلا تبعتوا من بعدك البرنامج اللي غادي نعطيكم والدولة اللي غادي نعطيكم غادي يكونوا مكتفين وتمارين بزاف 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 يعني غير صبروا علي وصفهم وامتال ديكسات بوم هذا والأخرة الفيديو كنتمنى أن نكون جاوبتكم على أسئلتكم وفتكم بشي حاجة إلا أعجكم الفيديو ما تنساش الضغط على لايك ولكن تجداد في القناة ما تنساش الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداة إن شاء الله كيف العادة شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديوهات أخرين